بساطة ده مش اسم المكان ده اسلوب حياة على بعد 20 كيلو مترا من مدينة نويبع على ساحل خليج العقبة تقع قرية بساطة حيث استطاع صاحبها أن يحول السحراء القاحلة إلى قطع من الجنة والذي حارب وكافح الكثير لينجح مشروعه الحقيقة أنا أصلا مهندس لكن ما فهمش حاجة في السياحة إطلاقا أصلا مهندس لكن قررت من زمان قوي أن أنا أهاجر من القاهرة لمصر فلفيت مصر كلها لحد ما لقيت هذا المكان لقيت أن أنا بحب البحر والمية والجبل لما لفيت لقيت أن سينا هي اللي بتحقق لي هذا الموضوع إليا خلتني أجي هنا الحب فقط كنا بنقضي اليوم كله كان مين لبحر وكان عندنا حيوانات برضو ومعيز وكان عندي حمار فلسوى كان حلمي كله في حصان وأنا صغيرة فكان ده يعتبر الحصان بتاعي ومعيز و حصان ألوى صغيرة كثيرا يعني اذاً طويلا هنا لقد يبدوا أنني نحن بأخراج كثيرا وأنا لا نشرح أو لنيشاه شيء برا الذي نسمى لكن هذا ليس صحيح. بالعكس نحن نتعلم إلى الكثير من الناس الكثير من الناس ومع مختلفة فنرى الكثير من الناس نجد الكثير من الناس طبعاً أنا كواحد من القاهرة مش فاهم حاجة جيت بقى ويلا وعمل هنا وبتعد لقيت أن في ناس جايين يقول أنت بتعمل ليه هنا؟ بيتعتنا الله بتعتكو إزاي عندنا معايا عقد بالحكومة على مدى السبعة وثلاثين سنة اللي فاتوا اللي أنا عايشهم هنا خلاص يعني أنت جزء من هذا المجتمع فعادي أنت تتعاملي معاهم ويتعاملوا معاك وتعتمدي عليهم وتتعلمي منهم وهم يتعلموا منك بنادم يتعلم حاجاتي هنا هو أصلا ما يعرفش عنها حاجة أنا مكمل عادي لحد بقى ما نتوكل على الله أنا مهندس مدني لكن ما خدناش في الكلية إزاي نبني بالبنبو ولا في عمارة بياخدوا لكن لما دودت على مادة طبيعية حيوية ممكن أن أنا أشتغل بيها لقيت البنبو هو من أحسن المواد ممكن أتعامل معها لكن الإنسان في الأصل بسيط جداً وممكن هو يعني يتعامل ببساطة وده كانت الفكرة الحقيقة من ساعة ما إحنا قلنا خلفنا طب عملنا مدرسة صغيرة للأطفال لولادنا وولاد المنطقة وكبروا في المدرسة بس عشان ما نفتكرش بقى أن هو ده الماضل في العالم كله فكانوا بيودونا برضو رحنا في قاهرة رحنا في ديو كنا بنحضر برضو هناك مثلاً أسبوع أسبوعين عشان ناخد فكرة برضو مدرسة هناك عامنا إزاي لو إحنا حبينا يعني في وقت من الأوقات نحن نشيل بساطة ونعمل مكانها حاجة مشروع تاني سهل قوي نحن نشيلها ما ندرش البيئة يعني مش هندر البيئة كل التكوناتها بسيطة كلها جاية من البيئة الطبيعية اللي هي موجودة فيها حالياً الوقت يعني البامبو مثلاً البامبو ده اللي هو الأنواع من الجليات ده كله حاجات طبيعية من البيئة جاية من البيئة الكيب اللي هو السدايد اللي هما بيبنوا بها العشة جديد برضو جاية من البيئة كلها نباتات حتى الدبار معمول من النبات نفسه الدبار اللي هو بيلفوا بيه العشة بيبنوا بيه العشة يعني ده كله برضو من الطبيعة علشان تعيش حلمك لازم تقوم من نمتك أولوياتك أولوياتك تحددها ترسم لك شكل لحياتك أهدافك وخطواتك تدرسها وركز فيها أفكارك بإسرارك تحققها ورب الكون يبارك لك ساعتك هتحسها بقلبك مش بكتر أملاكك لكل اسم حكاية ولكل حكاية بساطة ترجمة نانسي قنقر